السلام عليكم الالتفات تحدثنا عنه في حلقات سابقة واليوم سنكون مع نوع من أنواع الالتفات وهو الالتفات العددي عرفنا في حلقات سابقة الالتفات وهو تغير في صيغة الخطاب من الغائب إلى المخاطب أو من المخاطب إلى الغائب أو من المتكلم إلى المخاطب وغير ذلك وضربنا عدة أمثلة في عدة حلقات وتحدثنا عن أغراض الالتفات واليوم سنكون مع نوع خاص من أنواع الالتفات وهو الالتفات العددي والالتفات العددي إخوة الكرام هو أن يلتفت من المفرد إلى المثنى أو الجمع أو بالعكس فقد يكون الحديث في آيات بصيغة المفرد فينتقل إلى صيغة التثنية أو إلى صيغة الجمع أو يكون بصيغة الجمع فينتقل إلى المفرد أو يكون بصيغة التثنية فينتقل إلى المفرد وقد قال الإمام الصيوطي في إتقان علوم القرآن يقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى غير صيغة واليوم سنتحدث في هذه الحلقة عن الالتفات من المفرد إلى الجمع أما باقي أنواع الالتفات العدد فستكون في حلقة أخرى الالتفات من المفرد إلى الجمع جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع والمثال الأول ما جاء في سورة مريم يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا نلاحظ إخوة الكرام أن الآية بدأت بالحديث بالمفرد إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم حدث الالتفات العددي إلى صيغة الجمع فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا هذا مثال عن الالتفات العددي كما جاء في القرآن الالتفات من المفرد إلى الجمع والمثال الثاني إخوة الكرام ما جاء في سورة طه يقول الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى هنا الحديث عن الله جل جلاله بدأ بصيغة المفرد الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا ليتغير بعدها الكلام ويأتي الالتفات وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى عند كلمة فأخرجنا جاء الحديث بضمير الجمع ضمير العظم لله جل جلاله والمثال الثالث جاء في سورة الزخرف يقول الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الحديث في البداية بضمير المفرد يا عبادي ثم يأتي الحديث بضمير العظم لله ضمير الجمع الذين آمنوا بآياتنا هذه الأمثلة هي عن الالتفات العدد من المفرد إلى الجمع وكمثال عما جاء من الانتقال والالتفات من الجمع إلى المفرد ما جاء في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون فالحديث كان في صيغة الجمع نوحي إليه وحصل الالتفات إلى المفرد أنه لا إله إلا أنا فعبدون هذا هو الالتفات العددي في القرآن وهو نوع من أنواع الالتفات وتحدثنا في هذه الحلقة عن الالتفات من المفرد إلى الجمع ومن الجمع إلى المفرد وسنكمل حديثنا عن الالتفات العددي في حلقة أخرى نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا لنتدبر هذا القرآن ونعمل به دمتم برعاية الله وحفظه اقرأ وربك الأكرب الذي يعلم بالقلم